الذي يمد القبيلة الأخرى عبر معارضته وعبر المدنيين حق النار في السودان بس يهدد هذا الموضوع لأنه لو فقدنا هناك الحكم في جات بيقي غومي أو ما بيقي من الغومية حق قبيلة إدريس ديبي والله إن إحنا مصيرنا بكون مجهول ما نقدر نحكم جات وما في زول بيقدر يدعمنا في السودان ولو بيقينا معارضة مسلحة والحكمة دقتنا إنا كات ما بنقدر نخش لأنه بني جلدتنا لقد سقت بني جلدتنا لقد سقت ما تلقى طريقة نخش فبجيب استعطفوا في المساكند الذين دفون وذا مشروع الإسلام عروبي اخسوا ملايات حداكم تكات ما فيه أي مشروع عروب ما فيه أي مشروع عروب والله ولو كان مشروع إسلامي لأنه كات الآن الخمور مباحة الخمور مباحة على مدار 300 سنة ولا حد 30 سنوان الغمور مباحة في جهة. ما في هذا الموضوع مشروع اسن الإسلام عروبي أبدا. ده الهوس حقكم. قال انتو شغالين فوق. دي حقيقتكم الآن. انتو بتبكوا على أول نعمتكم. إدريس دبي. وابتجايشوا الناس بإذن بأنه في مشروع عروبي ومشروع الجنجاويت. إذا زنففون ده الجنجاويت يبقوا كلكم انتو العملي لنا هوس ومكرنكرن في السودان. انتو جنجاويت. ودارين تورسوا الناس حقدي وقراهية ضد مجتمع. ثم دارين تطربوا العصفوطين بحجر. العصفوطين بحجر لكنها كل بلدة. دارين تجيشوا الزنجفون. عشان نقيفوا ضد المعارضة الشهدية. والمعارضة الشهدية زادة الزنجفون. عشان نبعد نعنة نظام بتاع أزر الدبي نحكم البلد بارانا. ماسي قاعدين تل بحضن وبراكم ماسي قاعدين تفتخر جدا. نعنة فلان نعنة عقمنا البلد دي. وعنى أحكم السودان. وعندكم ناس قلنا نتقل السودان. وعنى أحكم السودان برضو. الآن شايف أحلامكم الوردية. ربما تبخرت. ربما تبخرت بصغوط ولنعمتكم. لأنكم لا تحبوا الديمقراطية. لأنكم لا تحبوا العدل. لأنكم لا تحبوا الشعوب. يعني تكون مساوية. تدعوها في السودان وترفضها في كات. والمارس إدري الزب في الشعب الكادي والله البشير ما مارسه. والله البشير ما مارسه. أحرف عليه عقيل. في إدري الزب يا أخي لو اتناقشت مع زول من عساك روء البنت ملو عرقيا والله بيقتلوا الناس في الشارع. بيقتلوا الناس في الشارع العام. بيقتلوا الناس في الشارع العام. بيقتلوا منطرف داخل العاصمة ذاته. أكاديا جمينا بقتلوا الناس من طرف. وبطلعوا في الناس بالعربات. أخصهم بالله. وما شايفين أي زوج. كانت ديفيها مئتين وكما أربعين قبيلة. ليه قبيلة إدري الزب براها بس؟ ليه؟ ليه براها؟ وفي السودان بيترفضوا الحكم بتاع النخب السياسية دي بيترفضوا. ليه بترفضوا؟ ليه براها؟ ليه داع منها؟ ودارين تجيب في الناس مسلوية إسلام عروبي. ولا يجنجوي دارين يصيدروا على كات. لو سيدروا على كات. والناس يدخلون في فديل. قال الضاب. ديرك زوجي زيك والله. المعارضة الدقة لو إدري الزب بي في الفديل. زوجي زيك. إنت خايف منهم من فعالك. خايف منهم لأنك ترفض العدل. زي خوف النغة من العدل والديمقراطية في السودان. هذا النغة بتاع كات بقيادة إدري الزب بي. خايفين من الدمقراطية في كات. خايفين من الحكم لما يكون متعدد في كات. خايفين. خايفين ليه؟ بسبب فعاله. لأنه طول الواحدة وثلاثين عامة. الفعل إدري الزب بي في الشعب الكادي. سيئ جدا. سيئ جدا. ربما يمس قبيلة إدري الزب الكادية. ما السودانية. قبيلة إدري الزب الكادية. أما أنتم القبيلة السودانية الذين مركبين شرحين دين. زاتا بقينا نشوك فيكم. ما عارف أنكم ميتوا سودانية ولا كادية. والله العظيم. بقينا معرفناكم زاتا. بمسهم طبيعا جدا خايفين. خايفين من العواقب. لأنه في مشاكل تاريخية. المعارف القلام دا اللي عارفوا عشان ما يخموكوا. مجرؤ قروبي. مجرؤ اللي جنجي. قطب دازروت. ومشاكل قديمة. من حبري. من حبري في الشعب السابق. اللي انقلب عليه ويدري الزب من حبري. ويدري الزب عمل في أهل حبري شنو في شعب. والآن نفس أهل حبري هم قيادات المعارضة. هم قيادات المعارضة الأساسين في شعب. لو ما عارفنا كلام دا عارفوا. هوي قبيلة. والقيادة حق المعارضة هذه. قبيلة زنجية. قبيلة زنجية. قبيلة زنجية. قبيلة زنجية قبيلة أفريغية. لأنك إدري الزب واتباعه. ونخط حق النس وفجاج في الأمن في البوليس. مارسوا أبشع الجرائم. في أهل المعارضة التهدية. زي ما يتبت الدعو البشير مارسيك وأبشع. والآن ربما أهل البشير خايفين على ضربهم من الحساب. أود باع البشير. خايفين من ضربهم من الحساب. نفس الكلام دا يهوت خايفين على ضربهم من الحساب. خايفين من الحساب. دي حديث تلقام. تجبقوا الناس من مشروع الزنجية. ما يدرع. والله كذابين. كذابين. ما في حاجة اسمه مشروع. مشروع إسلام عروبي. إن تلعندك المشروع الزنجي. ومشروعكم الزنجي دازاتو. تستخدموا باقي الزنج كدروع وكوقوت وتزيد للعدد. وإنت تكونوا الصلاةين. وهم يكونوا التعبانين. وهم يكونوا الغفرة. وهم يكونوا التعبانين. أخصون بالله. دي عملتوها. فشات عملتوها. في السودان دا عملتوها. دقست المساكن دي لك ناس عبداللهي. وناس منصور أرباب وقوم أدع. في النهاية دي لك النظام. ما قدر أقوم النظام. حتى إنتو ما قدر أقوم النظام. إنتو ما قدر أقوم النظام. إنتو ما قدر أقوم النظام. إدرس دبي بحضنكم. وبشاونكم أسلحة. وأموركم دي سيسة. وهم دي لك العبداللهي. والله يقولوا إلي قاعدوا في الجبل دا وتضحكوا فيه. من اللبذين في الجبل ما يتلبت. لأن عنده الله بس. وعنده جبله دا. ما عنده يدرس دبي هناك في جات. ولا عنده زول في أفريقيا الوطفى سنيدعم. طبيعي جدا. زول عبداللهي يتلبت في الجبل دا. لأنه ملاق يدعم. ملاق يدعم. إلي أنت بتضحك عليه دا. إنت إنت بتجري عديلي. إنت بتجري وتضحك في جات. وإدرس دبي بحضنك. إدرس دبي بحضنك. وبوفر لك كل الأحية. ثم بوصل لك إلى الرئيس الليبي معمار الغزافي. خبيت عمار. إنت أكبروا الكلام دا. واستاني تارتي تستعطف لي قال للناس دبي. وكما أن دا تستعطف بتاعنا سودان. دا تستعطف الزنيج بتاع السودان. تودمت ضد الزنيج في جات. عجال أنت تعود سلطان ثاني. زي ما إدرس دبي ركب سلطان. باسم الزنيج. وفي النهاية ركب باسم ق ما قلت بس. أما باقي الزنيج لك. ما رسوهم الإبادة. ما رسوهم الظلم. ما رسوهم القهر. ما رسوهم كل الصفات السيئة. ما رسوهم شك. تنقروا كلام دا. دموا حقيقة. فما تقنبوا تحاولوا تروجوا الناس. ما تقنبوا تحاولوا تروجوا للناس. المعارضة كادية كلها زنج. كلها من القبائل الزنيجية. ما فيهم عربي ولا فيهم جنجويد ولا فيهم زهد. وصراعهم قديم جدا صراح بري. سوى من أهل القرآن أو صراع إدرس دبي مع أهل الزغان. صراع قديم جدا. زمان إدرس دبي عندما كان وزير الدفاع في أحد الرئيس ويتمرت أصبح معارضة مسلحة. يتمرت على مكون مخابلي. يعني حظنته الاجتماعي كان مكون قبلي. حبري عندما يتمرت برضو كان على مستوى القبلي. حظنته الاجتماعي. يا الله الحاصل بالضبط. حشان ما تتظروا فلان الحديث. ما تتظروا فلان الحديث. ما تتجيشون الناس. وعليق الله ناس دين في ردين البتن بتغشون منته. والله ما بتغشوه. والله ما بتغشوه. والله ما تغشوه بقدوم كبير ذاك بتعك نادو ذاك. داك بتعدلو قسان. لكن لو قاعد في أرض الميدان ودقة الموسيقى. دل بالبستو بغش مع العفش. بغش مع العفش وبرفعه في الحمار. ويكون بمشي بس. بمشي بس. ضل حاصل. وضيحة حقيقة الأمر. فبطلوا مجمجة كثيرة يا أخي. بطلوا مجمجة كثيرة. بطلوا مجمجة كثيرة. بطلوا مجمجة كثيرة. أما ودمكة. ودمكة. شايفك. اتهمت. آآآآآ� اتهمت عبدالواحد محمد نور. واتهمت حينيتي. واتهمت موسهيلال. بين المشاركين في ما يحدث في جات. انا والله يتحددك الحكومة الجهادية. جات. والله ما في كلام ذاك. ويتعرف الكلام ذاك تماما. كلامك ذاك تقوله عشان تستعطف الآخرين. عشان تسبت دولتك الكبرى في جات لحد السودان. دا كلامك استعطافك ذاك. يا جبان. يا المعمش. أعينك المعمشات ذاك. اسمك وتمكة. يا خنزير. أنا جايك. وهكا البلدة. هكا البلدة يا اتمكة. الله اللي يتم بلا بلا. والله عمرك ما شفته. عمرك ما شفته يا جبان. يا معمش. اتا. عبدالواحد. عبدالواحد كان عنده قدرة يمشي اشاكل في جات. ما يجيش اشاكل الحكومة دي. اخصم بالله. مشاكل الحكومة دي. ثم. معقول. من الغباء. حميتي حميتي مفكر عديد الحكومة السودان. من الغباء جدا يمشي الدخل في مشاكل في دولة ثانية. لانه موينة يمشي الدخل. ما نسب نفسه. لحد الآن نازل يهو. حميتي مقروه. وكباجة مقروه. وبرها مكروه. ما تبقى نفسه. وهو جيد من الغباء. حكمكم هذا. وهو جيد عارف نفسك حكمك في اكات. بذول. حاضنتك الهناك البتحضنك لما يطردوك النظام وطردوك من السودان وتمشي. الحاضنتك الات. هناك. عارفها سقطت. وما دائر تقيير جزري هناك. دائر تقيير فلان بعلم. عشان لو هنا كل ما تزيق في السودان. تمشي هناك. عندك وطن ثاني. لأنك أبو شريحتين. لأنك أبو شريحتين. يا أبو شريحتين. لأن هذا الكلام الدائره. صح؟ هذا الكلام الدائره. فما في ذلك عنده مصلح شيء هناك. نهاية. أما رئيس النيجر برضو اتهمته. رئيس النيجر ده جايب دموغراطية. أختار الشعب لأنه شعب صادق. ولو أكثر قبائل النيجر قبائل أفريغية. قبائل زنجية. لكن أختاروه لأنه نوع من الدموغراطية. النجر ما فيها المشاحنات حقتكم دي. يا جاهوين. أجوتونا بقى من شات دي. وزرعتوها لنا في السودان. النجر ما عندهم هذا الكلام ده. أبدا. وده فاز بالدموغراطية ما جابه انقلاب زي حق. ولنعمتك إدريس ديبه. رئيس النيجر جابه بالدموغراطية بانتخابات بيرات الشعب. أعرف الكلام ده كويس. ونجل الرئيس السابق ذاته الخسر لانتخابات. جابه الأمس.